والرياضيون فرياضية قوية جدا جزائرية عربية في فرنسا واجهة الضغوط وتواصل مواجهة الضغوط يوما بعد يوم هي الجزائرية إيمان خليف نجحت منذ قليل في الفوز على بطل التايلند بنتيجة 5-0 تواصل اكتساح المنافسين بمئة رجل نجحت في العبور إلى نهائي منافسات الملاكمة في أولمبياد باريس 24 لتلتقي منافسة صينية يوم الجمعة المقبلة هم يهاجمون هم يقومون بعمل المؤتمرات الصحفية هم يصدرون البيانات هي تفوز وتفوز وتفوز والآن على بعد خطوة من الذهب أو على أقل تقدير فضة للبطلة العربية الجزائرية ست ستات إيمان خليف متابعة للقصة بتاعت إيمان ها متابعة بس هي بترد أنا بيعجبني بقى الشخصيات اللي زي إيمان ده دي بطلة بقى دي بترد مش بالكلام ومش بترد بالفعل بترد بالفعل محاتش قادر يوقفها من بعد الحاجات اللي حصلت دي محاتش قادر عليها ها طبعا ما شاء الله محسن يقال سمعنا كلامك وكله أنت أصلا يعني مش في بالك مش مركز السوشيال ميديا السفر